الميزة في هذا القانون أنه تم عمل نمازج لكل حالة على حده لكل طريق من طرق التسجيل نموذج شوفي فاندب عشان أوضح لسعدك نقطة القانون ده عشان يطلع عادنا شغالين عليه وزارة العدل بكافة قطعاتها ده في الشكل القانوني لأن فيه وزارات تانية معنية اشتركت معانا ولها بح كبير جدا شركاء النجاح معانا وزارة التخطيط وزارة الاتصالات وزارة الدفاع ومثلثة في الهائيل الهندسية الالقتل مسلح وزارة الرأي ومثلث في الهائيل الهائيل العام للãological كل هذه الجهات اشتغلت على هذا القانون لكنناไมهنا نتحدث عن الشق القانوني وزارة العدل المهم بالجميع قطعات وزارة العدل اشتغلت في هذا قطع التشريع قطع التخطيط قطع ابنية المحاكم والشهر العقاري كل قطعات وزارة العدل اشتغلت على هذا القانون 440 يوم عمل وراش عمل في وزارة العدل لهذا القانون في مكتب معالي الوزير 46 جلسة ترقصها سيادته في مكتبه الخاص لهذا القانون استعدات كامل من كل أجهزة الدولة لأنه زي ما سيادته معالي الوزير بيوجب النقطة ده مش مشروع وزارة العدل فقط وزارة العدل لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع بمفردة دولة لا ده الدولة كلها بكافة أجهزتها جميع الوزراء اشتركوا في هذا المشروع ومش اشتراك لا ده تكاتف ومش كده كمان ده منتج لازم يطلع معالي وزير الاتصالات ربط كافة مأمورية الشهر على مستوى الجمهورية للتحول الرقمي وزارة التخطيط انت يا فندم بتشوف فكري جديد أنا ليا دلوقتي 27 سنة في قطاع الشهر العقاري لم أشاهد ولم أرى ما رأيته بأعيني في هذه المرحلة ولم أكن أتخيل في يوما أو بعد يوم أن يأتي زمانا على قطاع الشهر العقاري وينتم انتشاله من الضياع كان ها يضيع فعلا ها يضيع كان ها يضيع عزوف مواطنين وما أنت تعرف أننا لحد من شهرين كنا شغالين بالدفاتر بالدفاتر والملفات دلوقتي يا فندم خش من طوال الشهر كلها دورات عمل متماكت مايكانة حديثة هذا هو التحول للأخير ترجمة نانسي قنقر